السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبناء لبنتنا العزاء طلاب السنوية العامة علم علوم أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا على منصة البس المباشر لوزارة التربية والتعليم معاكم أستاذ محمد الورديني خبير مادة الأحياء والجيوجيا في وزارة التربية والتعليم بنستكمل لقاءاتنا في مادة الأحياء النهاردة معانا برضو لقاء من اللقاءات بنحاول ان احنا برضو نعمل مراجعة تاني على ما تم دراسته في الفصل الثالث التكاثر في الكائنات الحقيقة نبتدي نشوف رحلتنا مع بعض واسئلتنا النهاردة بتقول ايه سؤال بيقول لي اذا احتوى الكيس في الموتوك على عشر خلاج والسمية أمية مع عدد حبوب اللقاح التي ينتج هذا الموتوك طبعا هنفكر بعض هل عشر حبوب اللقاح أربعين حبة اللقاح ثمانين حبة اللقاح أم مئة وستين حبة اللقاح نعكد مع بعض ما تتصرعش ربنا يا كلامك ما فيش اجابة بتصرع لا اتقنى واقرأ السؤال كويس وانا بيقول لي احتوي مين مرة تاني الكيس في الموتوك على عشر خلاج والسمية أمية اسأل نفسي انا واياخد ان الموتوك كان شكله ازاي كان فيه بالشكل ده كده اربع اكياس لانتاج حبوب اللقاح كان بيحتوي الموتوك على كم كيس مرة تاني اربع اكياس لانتاج حبوب اللقاح بالشكل ده كده طب الكيس الواحد في عشرة ده هنا في عشرة 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 انا واياخد ان كل خلية جرسومية أمية بتعمل انقسام والانقسام ده ميوزي اول انه تنقاص الميوزي بتديني اربع جراسيم والجراسيم ديت صغيرة الجراسيم الصغيرة ديت تبتدي نواتها تنقاص الميته ازاي يحصل انقسام ميتوزي نووي فاول ما تتكون كده تتكون اربع حبوب لقاح يبقى انا كده من المعروف ان انا كده الخليجة الجراسيمية الوحدة بتديني اربع حبوب لقاح في النهاية طيب دولة كم خليجة جراسيمية بنأكد مع بعض دولة اربعين خليجة جراسيمية امية واحدة زي ما احنا شايفين كل واحدة فيه ما تنتج كم مراتين اربع حبوب لقاح يبقى اربعين فاربع بكام مراتين بمية وستين حبة لقاح ودي الاجابة بتاعت السؤال يبقى الناس اللي تسرعت وعالي تربين حبت لقاح اللي هطول لا مركزتش فانت لازم تأكد معي ان الكيس الواحد فيه كام مرة تاني الكيس زي ما اتفعلنا مع بعض خلاص فيه عشرة طيب الموتوك ما فيهوش كيس واحد ولكن فيه كام كيس زي ما درسنا اربع اكياس لانتاج حبوب اللقاح نشوف كنا مع بعض سؤال اخر ابناءنا بناتنا العزاء بيقول لي اي اجزاء الزهرة المقابلة لا يلعب دارا في عملية التكاثر تركيب واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة اتعرف الاول على كل تركيب من دولا بعد كده اشوف كده الدنيا فيها ايه بالزبط فانا عندي مين واحد ده طبعا لما بص كده ده خيط ده كده خيط وده كده مواطف بالشكل ده كده يبقى دي كده سوداء باز الشكل يبقى سوداء ده بتلعب دور في عملية التكاثر وعايز لا تلعب خلي بالك عايز لا تلعب اشوف تلاتة ده مين تلاتة ده انا شايف ان ده كده ما بيض وشايف ان ده كده قلم الطرف ده كده مايسا اه يبقى كده دي دي كده الكربالا عمتا دي اسمها كربالا كربالا ديت برضو بتلعب دور في عملية التكاثر طيب مين اتنين ديت اتنين ديت انا شايف ان هي بتلات والبيتلات ديت كنا عادي ملونة يبقى دي بتجزب جاز بمين الحشرات عشان تقدر تلقح الزهرة خلاص طبعا معنى ان هي تجزب الحشرات عشان تلقح الزهرة يبقى دي كده برضو لها دور في عملية التكاثر طيب مين الخاضرة دي بقى انا شايف ان دي سبيلا السبيلا ديت طبعا لونة اخدر دورها الرئيسي حماية لا معنى كده ان ديت ملايش علاقة بمين مرة تاني بعملية التكاثر عشان كده ديت الاجابة اللي عند نرجع كده مع بعض بيقول لي هنا اذا احتوى الكيس في الموتوك على خمس خلايا جرسومية امية مع عدد الانوية في حبوب اللقاح اللي ينتجها هذا الموتوك هل عشر انوية اربعين نواية تمانين نواية مئة وستين نواية تعالوا نأكد كده مع بعض تاني على الجزئية دي ليسا يلين الوقتي الكيس بيه خمس خلائية ونحن ليسا يلين ان الموتوك بيبقى فيه كم كيس كده ابنائي بناتي العزق اربع أكاس الاربع أكاس دولا ما بنينساش موجودين هنا بالشكل ده كده الكيس ده فيه خامسة الكيس ده فيه خمسة الكيس ده فيه خمسة يبقى انا عندي عشرين خلية جرس ومية ومية. الواحدة بتدي اربع حبوب لقاح يبقى فيه تمانين حبة لقاح. يبقى العشرين دولة هضرابهم في اربعة. خلاص اللي هما ناتج الانقسام. انقسام. الانقسام الميوزي بيدي اربع خلايا. يبقى عندي مئة وتمانين حبة لقاح. طيب لما درسنا تركيب حبة اللقاح. لو نفتكر كنا بنقول ايه? حبة اللقاح. كانت محاطة بجدار سميك مع عدى. سقوب الانباد بالشكل ده كده. كان فيه مين دي كده? نواة. نواة ديت اللي تحت نواة انبوبية الكبيرة اللي فوق اسمها نواة مولدة. يبقى دي نواة مولدة. ودي كده اسمها نواة انبوبية. لاحظ ان ديت اللي بتطلع منين من الموتوك. حبة اللقاح فيها نواة تاني. يبقى كده. دولة تمانين حبة لقاح. يبقى تمانين في اتنين بمية وستين نواة. بتخرج من الموتوك بنفس الطريقة دي كده. طبعا يبقى اللي جابة هنا. انا عندي مرة تاني تمانين حبة لقاح. كل حبة لقاح فيها نواة مولدة. نواة انبوبية. انا عندي كده مية وستين نواة زي ما شفنا كده مع بعض. طبعا انا قلت مية وستين ليه? خلي بالك. لان كده دي كده بتبقى طالعة من الموتوك. طيب بعد الانبات. طبعا اول ما بتنبت حبة اللقاح بيبقى فيها نواة مين مرة تاني. نواة انبوبية. بتكون انبوبة اللقاح. وفيها نوااتين ذكريتين. اللي هم ناتجين من انقسام النواة المولدة. فكده لو طلب مني بقى طبعا داخل داخل مين عدد الانوية اللي هتبقى. داخل مثلا القلم او اللي هي في طريقها للمبيضة. اثناء عملية الانبات. خلي بالك. يبقى كده لازم اضرب في تلاتة. يقول تمعين في تلاتة بمئتين واربعين نواة. بأكد معاك لو وصلت لو وصلت انبوبة اللقاح الى مين مرة تاني. النقير بتتحرر للنواة الانبوبية خالص يبقى كده. بيبقى النواةين الذكريتين فقط لا غير. فلو طالب الانواة الذكرية برضو هتبقى مئة وستين نواة الذكرية من حبوب اللقاح دي بس بشرط ان كلها تنبت وكلها تسقط على مياسم زي ما قلنا مع بعض قبل كده. نشوف كده السؤال اللي جاي ما نوع الانتسام اللي بيكون بيه التركيب التالي امشاجه. هل ما يوزي فقط ما يوزي فقط. ما يوزي ثم ما يوزي ولا ما يوزي ثم ما يوزي. اتعرف الاول مين التركيب اللي قدامي ده. ده كده قطاع في موتوك على طول زهرة. موتوك الزهرة ده واضح جدا فيه اربع كياس دي ما هو شايفين كده. طيب الكياس زيت جواه مين هنا؟ حبوب اللقاح. طبعا لو جينا نشوفنا حبوب اللقاح بدي كم من قسام مين؟ الاجابة ما يوزي ثم ما يوزي. ما يوزي لسه هلين كون اربع جراسيم صغيرة وما يوزي كون النواتين النواية المعددة والنواية الانبوبية داخل حبة اللقاح. مع عدد الانوية التي تندمج معنا عند تكوين السمار المقابلة. اربع انوية ستة انوية تمن انوية ولا عشر انوية. عشان اقدر احل سؤال زي كده ربنا يكرمك نركز كده معي اشوف فيه كان بزرة عندي هنا. هنجد ان الصمرة دي فيها بزرة والصمرة دي فيها بزرة. دي صمرة المانجو. كل صمرة فيها بزرة. طيب انا واخد كده عشان اكون بزرة. عشان اكون بزرة. لازم اتكون بداخلها جانين. ولازم ده اكون بداخلها غزاء للجانين دوت. الجانين دوت بينتج من اندماج والاندماج دوت كان سنائي. كنا بنقول فيه باخد فيه النواية والنواية دي زكريا. بتندمج مع مين? مع نواية خلية البيضة. مع نواية خلية البيضة. يبقى نواية زكريا مع نواية خلية البيضة. اقول ما يندمجه مع بعض يدوني مين مرة تانية? يديني الجانين دوت. يبقى كده انا دمعت اتنين نواية بالشكل ده كده عشان اكون الجانين. طبعا عشان اكون الغزاء. هنا لازم يحصل اندماج والاندماج دوت سلاسي. بتيجي فيه نواية زكريا. تندمج مع نواية الجيس الجانين. او النواية النتجة من اندماج نواية الجيس الجانين. يبقى ده كده اندماج سلاسي يبقى كده فيه تلات انواية عشان كون بزر واحدة. احتاجت كم نواية? احتاجت خمس انواية دولة بزرتين. يبقى كده انا معي عشر انواية على طول. نرجع كده مع عدد البويضات المخصبة بعد تكوين السمار المقابلة على صفر بويضة ولا تلات بويضات ولا ست بويضات ولا تسع بويضات. نفتكر اللي قدامنا دي صمرة الموز. ودي ناتجة من اسمار والاسمار ده عزري. يبقى دي ناتجة من اسمار عزري. معنى ان ده اسمار عزري هنا. الاسمار العزري لا ينتج منه خلي بالك. اي بزور خالص. عشان كده ما ينفعش هنا يتم اخصاب الويضة. هنا الصمرة ديت بدون بزور يبقى كده تنتج من عملية تلقيح فقط. بمعنى حبوب اللقاح سقطت على الميسم وتهم تلقيح الظهر. وناشط المبيض. وكون الصمرة دون ان يحدث اخصاب. عشان كده الموز في المنطقة عندنا هنا في البلد عندنا هنا بيتكون بدون بزور. بأكد كده ده كده يعتبر مثال اسمار عزري حدث فيه مين مرة تاني تلقيح فقط. ولم يحدث اخصاب لمين مرة تاني لأي بوايضة عشان كده ما فيش ولا بوايضة مخصبة في الثلاث سمار دول عشان كده السمار ديت لم يتكون بها اي بزور. يبقى البيع بتاعتنا هنا الموزة سمرة عزرية. نتجة عملية تلقيح فقط. دون حدوث اخصاب خالص. يبقى دي ناتج تلقيح بس من غير ما يحصل اي اخصاب. اذا علمت ان نواة الاندس بيرم اللي عازها النبات بها تلاتين كروموسوم مع عدد الكروموسومات في الانوية واحد واثنين وثلاثة. مع عدد الكروموسومات في مرة تاني في الانوية واحد واثنين وثلاثة. هل عشرة عشرة عشرة. عشرة عشرين عشرين. اللي عشرة عشرين تلاتين. واللي عشرة عشرين عشر. نبتدي نتكلم كده مع بعض ونشوف الجزئ اللي جاية دي كده معي كويس. ونراحكس كده معي في الجزء اللي جاي ده كويس جدا 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 جدا. لازم اول حاجة اتعرف مين الانوية اللي عندي دي الاول وبعد كده اتكلم ونشوف كده الدنيا ماشي هنا ازاي. فلما عايجي اسأل نفسي هبصة ليه. اللي منبتها دي كده الاول دي حبت لقاح نابط. طب قدامي التانية دي كده حبت لقاح. بس حبت لقاح عادية. نتكلم برضو كده مع بعض. لو جينا شوفنا عندنا. مين اللي شاركت في تكويننا. البوبت اللقاح دي دي كده. النواة. يعني نواة بالزبط. الامبوب هي. يبقى اللي هي موجودة في حبت اللقاح العادية. واللي موجودة في حبت اللقاح النابتة. اللي من تحت دي النواة الامبوبية. ليه السبب في تكوين انبوبت اللقاح دي كله. طب مين رقم واحد دولار دولار نوااتين زكريتين. نتجه من انقسام ما يتوزل مين لدي. مين دي كده بقى. دي النواة المولدة. خلاص انا عرفت كده بيانيتي. مطلوب مني بقى اعمل حاجة تاني مهمة جدا. انا عندي النواتين الذكريتين دولار. كل واحدة فيهم نون. والانبوبية نون. والنواة المولدة نون. طيب زي الفل. يبقى كده يا ترى سؤالنا مع عدد الكروموسومات في الانوية. رقم واحد واتنين وتلاتة واربعة. كل واحدة فيها نون. طب نون بكام? انا عارف ان نواة الاندس بيرم ديت ديت كده تلاتة نون. تلاتة نون بتلاتين. يبقى نون بس بعشرة. يبقى التلاتة انوية دولار كل واحدة فيها عشرة كروموسوم. معنى من كل نواة فيهم فيها عشرة كروموسوم. خلاص يبقى كده انا عرفت كده يبقى واحد فيها عشرة او اتنين فيها عشرة وتلاتة فيها عشرة. يبقى الاجابة عندي مين هنا? الاجابة زي ما احنا قلنا او الاجابة كده صف. حد يقولي لا يا مصر ده واحد ديت نوااتين يبقى هقول عشرة وعشرة. خلي بالك هو بيش هاور على كل نواة. انا ما ما ينفعش اجمع ايه? ما ينفعش اقول النوااتين الذكرياتين دولا فيهم عشرين. ليه? انا دولا مش هيندمج مع بعض عشان اقول الاثنين دولا عشرين. لا انا بقول كل واحدة فيها عشرة. ليه? لان دولا مش هيندمجوا مع بعض. هيندمجوا مع حاجات تانية زي ما قلنا. واحدة اللي تحت ديت هتندمج مع نواة خليطة البيضة واللي فوق دهت هتندمج مع النواي النتجة من اندماج نواتي الكيس الجنيني او النواتين القطبياتي نشوف كده مع بعض السؤال اللي جاي بيقول لي هنا مع عدد البيضات المخصبة بعد تكوين السمار المقابلة هل صفر بوايضة ثلاث بوايضات ست بوايضات ولا خمس بوايضات ولا تسع بوايضات اللي قدامنا صمرة الخوخ ودايما الخوخ دهت كل صمرة فيه بزرة يبقى انا عندي هنا ثلاث بزور كل بزرة بتعني تجمينين من حبة لقاح مع بوايضة يبقى كده ندول لع ناتج اندماج الثلاث بزور ناتج اندماج ثلاث حبوب لقاح و ثلاث بوايضات يبقى كده كان عندنا هنا كان بوايضة مرة تاني يعني ان فيه ثلاث بزور يبقى لازم ثلاث بوايضات مخصبة على طول كل بوايضة تخصب بحبة لقاح مستقلة عن الاخر نشوف كده مع بعض الجزئية اللي جاية دي يقولي مع عدد الخلايا المتحللة بعد تكوين السمار المقابل قال ثلاث خلايا ولا ست خلايا ولا تسع خلايا ولا خمستاشر خلايا نشوف برضو كده مع بعض دولة ثلاث سمار برقو خلي بالك ثلاث سمار دولة عشان يتكونوا خلاص فيهم ثلاث بزور ثلاث بزور ديت كل بزرق بيتحلل فيها كام خمس خلايا ايه الخلايا المتحللة بكل بزرق بعد الاخصاب خلي بالك قلنا مباشرة كمين اللي بيتحلل بيتحلل يلا نشوف كنا عايدين تلت خلايا سميناهم تلت خلايا سامنتية وعندنا التلت خلايا أخرى كنا بنسميها اتنين خلايا أخرى اللي همها اتنين خلايا مساعدة اللي على جانبي كل خليط بيضة يبقى كده من كل بزرق نحن تحلل خمس خلايا يبقى كده خمسة في ثلاث سمار او ثلاث بزور فيها يبقى كده اللي جابة خمستاشر خلايا خمستاشر خلايا دولك كام منهم مساعدة يقولوا ست خلايا مساعدة تسع خلايا سامنتية مع عدد حبوب اللقاح اللازمة لإخصاب البيضات اللي بتوجد في السمارة التالية الخمس حبوب اللقاح تسع حبوب اللقاح سبع حبوب اللقاح يبقى خمسة على ستة على سبع على تمن حبوب اللقاح تعالى نركز كده مع بعض في الجزئيه اللي جيد ما تستعجلش ربنا يكرمك ما تستعجلش ربنا يكرمك احنا عايزين اللازمة لإخصاب ولا لتلقيح الكلمة دي هتفرق قوي 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 عارف لإخصاب البويضات خلاص لإخصاب البويضات يبقى بأدهر على البزور يبقى أنا كده بأدهر على البزور اللي عندي طب ضيئة مين أنا ناس افتكر بدون بزور ما فيهاش بزور خالص يبقى دي صمرة عزرية ده كده موز برضو بدون بزور في البيئة بتاعتنا الموز ما فيهاش بزور زي ما بأكد معاكم دي مثال لإسمار عزر زي ما كلمنا قبل كده طيب دولة خمس بلحات كل بلحة فيها بزرق يبقى دولة كده فيهم خمس بزور يبقى كده عايزين خمس بويضات وعايزين خمس حبوب لقاح يبقى كده شاهد بص كده يبقى أنا احتجتي كده كم حبة لقاح هنا خمس حبوب لقاح طيب لو قال لك لتلقيح المبيض بقى لو طرق عايز العدد اللازم لتلقيح المبيض ده نأكد مع بعض أشوف بقى أنا عندي هنا كام مبيض أي كون السمار دي هنا مبيضين وهنا مبيض ثالث وهنا كام مبيض خمس مبيض مختلف يبقى المفوض ثمن مبيض يبقى أعقل عدد هنا ثمن حبوب لقاح ضروري عشان تتكون السمار دي لو طلقيح عايز طلقيح المياسم طلقيح المياسم أقل عدد من حبوب اللقاح هنا لازم للطلقيح تمانية طبعا حد يقول لي ممكن يزيده ومستر أقول لك آه ممكن يزيده ممكن حبة لقاح تسقط وفي نفس الوقت ما تتنبتش ما تتنبتش بالقدر اللي يوصل للنقير طبعا هنا ما فيش بقى هنا إخصاب عشان كده هنا مش هيكون هنا بزور داخل الموز أو الأناناس زي ما قلنا قبل كده مع عدد الانقسامات اللي بتمر بقى الأنواية لتكوين حبة اللقاح قبل الإخصاب مباشرة على انقسام ميوزي وميتوزي ولا انقسام ميوزي واثنين ميتوزي ولا اثنين قسام ميوزي وواحد انقسام ميتوزي ولا اثنين ميوزي وتلاتة ميتوزي طبعا قبل تكوين حبة اللقاح عند تكوين حبة اللقاح وسيكت تفرق عن قبل الإخصاب مباشرة ليه؟ عارف لو عند تكوين حبة اللقاح وقبل اكو رجع من موتك يبقى كده انت عايز انقسام ميوزي وانقسام ميتوزي انقسام ميوزي كوين 4 جراسين انقسام ميتوزي ناوي لكل جرسومة عشان يبقى فيها نواية مولدة ونواية بوبير لكن قبل الإخصاب مباشرة يبقى كده الكون كمان ناوياتين ذاكريتين من انقسام ميتوزي كمان يبقى لجمع عندي عندي انقسام واحد ميوزي وعندي بعد كده اثنين انقسام ميتوزي خلاص اول انقسام ميتوزي كون النواية المؤلدة والنواية الأنبوبية تاني انقسام ميتوزي من النواية المؤلدة كوني النواتين الذكريتين معدد الانقسامات التي تمر بها الأنواية لتكوين بوايد الزهرة قبل الإخصاد مباشرة مراضي عند تكوين البوايد لا أركز معي كويس قبل الإخصاد هنا هل انقسام ميتوزي واثنين انقسام ميتوزي انقسام ميتوزي وتلت انقسامات ميتوزية قسام ميوزي ثم انقسام ميتوزي واحد والاتنين ميوزي وتلات انقسامات ميتوزي طبعا نأكد معك تاني نأكد مع بعض كده ونراجع مراحل تكوين البوايدة بسرعة كنا علينا خلايا جرسومية أمية تنقص الميوزين تديني كم خلايا أربع خلايا واحدة كبيرة وثلاثة صغيرين الثلاثة الصغيرين هيتحللوا يتلاشوا والخلايا الكبيرة توصت ايه تانيه وايه اللي يحصلها بعد كده يحدث لها تلات انقسامات ميتوزية نووية متتالية يتكوين فيها ثمان أنواع خلاص تلات انقسامات ميتوزية نووية مختلفة هذا ما يوزي وراك هين انقسام تلات انقسامات ميتوزية نووية مختلفة لكده دي الإجابة الصحيحة عندنا نرجع كده اي اجزاء الصمرة بيشارك في تكوين التركيب التالية متاع فقط ولا المبيض بس ولا المبيض الكأس ولا المبيض والتوي طبعا الصمرة اللي عندي ده فلفل لو جيت شوفت كده الصمرة دي كده مبيض طب مين اللي اخضر ده كده دي كده سبلات سبلات مين الكأس يبقى كده ديات اللي شارك في تكوين الصمرة اللي قدامنا المبيض واسبلات الكأس لكده دي الإجابة الصحيحة عندنا اين الناس التالية بتونطق بوايضات وفيرة المح يعني وفيرة المح فيها غزاء كتير هل انسة البكر ولا المعز ولا الحمامة ولا الإنسان وانت بتحل هنا تحاول تبعد عن الساديات خالص هتقول له الله طب ليه عبد عن الساديات اقول لك لازم تبعد هنا عن الساديات خالص ليه طبعا الساديات بوايضاتها بيكون شحيحة الغزاء ليه الجنين لما يكون هيحصل على الغزاء من بطانة رحم الأم بعد يعني فترة محدودة من الإخصاب يعني مثلا لو غنف الإنسان مثلا بعد اسبوع من الإخصاب هيحصل الجنين على غزاء من بطانة رحم الأم عبل ما تصل المرحلة التوتية الى مين مرة تانية الى بطانة رحم الأم شاكرا بنقول البوايضة في الساديات بتبقى قليلة الغزاء طيب امان مين بقى ادور بقى لأي كائن مستدي طب مين الكائنات المستدي هنا طبعا الإجابة الحمامة صح لكن البقر والماز والإنسان دي كلها كائنات سادية عشان كده تبقى البوايضات فيها شحيحة المح لكن الثيور عشان التكوين الجنيني كله خارج جسم القوم من جوة البيضة فالبيضة ديت هيطلع منها الكائن الصغير اللي هيقدر يعني يعيش بعد كده طبعا لها الحمامة بعد ما تخرج ويفقس البيضة تخيلوا البيضة ديت كان فيها الجزاء اللي كون دمها ولحمها وكل حاجة فيها اي خلاية تالية مسؤولة عن تغذية الحينات المنوية في الخصية خوصلها المنوية ولا غدة كوبر ولا غدة البروستاتا ولا سيرتولي طبعا وقعينا بيتكلم في الخصية في الخصية يبقى خلية تصيرتولي على طول لأن الحينات المنوية أول ما بتتكون قولنا بتتحرك على طول على خلايا سيرتولي عشان تحصل على قدر من الغزاء طيب الحوصلة المنوية بقى دي بتغذي فعلا حينات المنوية بس خارج الخصية أثناء مرورة في الوعاء الناقل قبل ما توصل للمجرى البوي أي خلايا التالية يفرز الهرمونات المسؤولة عن قوة عضلات الزراع هل خلايا البانية ولا الغدة النخامية ولا الغدة الدراقية ولا خلايا سيرتولي يعني خلايا الدولة هتكون مسؤولة عن إفراز الهرمونات اللي بتسبب قوة عضلات الزراع طبعا الإجابة هنا اللي بيسبب قوة عضلات الزراع هرمون تستوستيرون وهرمون أندروستيرون دولة هرمونات جنسية ذكرية من المسؤول عنها أو عن تكوينها الخلايا البينية بين أنجبات المنوية للقصر أي الهرمونات التالية مسؤولة عن قوة البنيان العضلي في الشاب عن الفتاة الأندروستيرون ولا البروبيستيرون ولا الأدرينالين ولا هرمون النمو طبعا هنا قوة البنيان العضلي الشاب عن الفتاة بدور على هرمونات الزكورة على طول من في دول هرمون الزكورة اللي جاب أندروستيرون صح نرجع كده بيقول لي إدرس تركيب أعضاء الجهاز تنسل المقابل مع قدرة الفرض الإنجابية هل منخفضة ولا متوسطة ولا مرتفعة ولا منعدمة لو لاحظنا دي كده خصية خصياتينهم بس أطلاحظوا حاجة الخصياتين دولة مش داخل كيس الصفنة المنطقة دي اسمها إيه مرة تاني كيس الصفنة معنى الخصياتين دولة مش داخل كيس الصفنة يبقى درجة الحرارة حواليهم عالية يبقى كده في صعوبة في تكوين من هنا حيوانات المنوية لأن درجة الحرارة مرتفعة لأن شرط مهم جدا عشان تتكون الحيوانات المنوية كل نايلين لازم تبقى درجة الحرارة مخفضة يبقى كده الإجابة هنا تبقى قدرة من عادمة ما يقدروش هنا يكونوا حيوانات المنوية عشان كده الفرض ده غالبا عقيم ما مرحلة تكوين الحيوانات المنوية المسؤولة عن إنتاج ملايين الخلايا وحادية العدد الصبغي التضعف ولا النمو ولا النطج ولا التشكل النهائي طبعا معنى إنتاج ملايين من الخلايا وحادية العدد الصبغي خلي بالكم وحادية العدد الصبغي هنا فيه تكاثر في الخلايا وحادية يعني تم اختزال العدد الصبغي يبقى كده الإجابة مرحلة النطج على طول لو جينا شوفنا عندنا ما ينفعش التضعف لأن التضعف كانت تبقى سنائية العدد الصبغي فهنا لو جاء اللي بقى ما مرحلة تكوين حيناية المنوية المسؤولة على التغير في حجم الخلايا قبل اختزال عددها الصبغي مباشرة التضعف ولا النمو ولا النطج ولا التشكل النهائي اختزال العدد الصبغي كان بيحدث في مرحلة النطج مين المرحلة اللي أبلها الإجابة مرحلة النمو هي دي فعلا الزات فيها الخلايا عشان كده هي دي الإجابة اللي هم ما التركيب المسؤول عن هدم الفاركتوس هل اي فوهيم ولا بيه ولا التركيب دال ولا التركيب دال وهذا لما بني نتكلم مع بعض احنا الوقت عايزين مين المسؤول عن هدم الفاركتوس هدم الفاركتوس ده بيتم أسنائي تنفس الخلوي طيب مين في دولها مسؤولة عن التنفس الخلوي هنا الإجابة الميتوكندرية طيب الميتوكندرية ده فين في القطع الوسطى هه يبقى كده لازم الإجابة تبقى كده أدور عن الميتوكندرية فين وعلى القطع الوسطى فين فطبعاً فطبعاً تبقى الإجابة صحيحة الله ينور به صحيحة أكمل بقى هو مين هذا ده الزيل طبعاً ده ده السنتر أو الجسم المركزي أو السنتر يولان بالقطع الوسطى اللي فيها الميتوكندرية فهنا التركيب الميتوكندرية اللي جوه القطع الوسطى طبعاً هنا النواية وهي الرأس بتاعت الحيان الملوي وطبعاً الجسم القمي اللي هو يحل المين مرة تاني حمض الهيليورانيك اللي بيغلى في البويد واللي بيعبع تماسق غلاف البويد إدرس تركيب أعطاء الجهاز تنسل المقابل ما يرقم العضو اللي هيغز الحيانات المنوية هل واحد واثنين تلات أو سبعة أربعة وخمسة ستة وسبعة إحنا واغدين من شوية وأكدنا مع بعض إن داخل الخصية كان فيه خلايا سرتولي قلنا خلايا سرتولي ديت بتعمل إيه مرة تاني بتغزي الحيوانات المنوية خلاص عشان كده كنا بيعتقد كمان إن هي بتفرز رزاق لحيانات المنوية يعتقد إن هي ديها وظيفة مناعية كمان أكدنا مع بعض على الجزئ اللي جاية ديت ما بننساش اتكلمنا وقلنا خلي بالك فيه حاجة اسمها حوصالة منوية برضو بتعمل إيه مرة تاني بتفرز سكر فراكتوس القلو فيه سكر فراكتوس لتعزي الحيانات المنوية فهدور الوقت على الخصية وعلى الحوصال المنوية خصية رقم كام رقم أربعة يبقى أنا بدور كده وصلت الخصية رقم أربعة دور بعد كده على الحوصال المنوية اللي هي رقم كام رقم خمسة يبقى الإجابة أربعة وخمسة صح سواء اللي جاي بيقول لي إدرس قطاع القنابيب المنوية التالي ثم أي الخلايا التالية يكون سكر الفراكتوس داخلها هل الخلايا واحد ولا اثنين ولا تلاتة ولا اربعة أدعو اربعة سكر الفراكتوس ده غزاء الحيانات المنوية ده غزاء مين في دولة اللي يتغذر الحيانات المنوية طيب لما أجب بص الحيانات المنوية من الجماعة عند مين عشان تتغذر عند رقم كام رقم اربعة صح يبقى دي خلايا سلطول اللي هي مرة تاني توفر الغزاء للحيانات المنوية زي ما اتكلمنا مع بعض من شوية أي من ما يلي يعبر عن الكينات الف وبيع وجيم ولا فار نعجى إنسان لو جينا نشوف عندنا نتكلم بقى كده مع بعض ومين اللي فترة الحملة عنده بالأيام الشكل ده كده تصل ل270 يوم خلاص الكائن اللي عنده فترة الحملة 9 شهور 270 يوم معروف النوع إنسان يبقى كده جيم ده إنسان خلاص يبقى كده ديت كده خلاص ما تنفعه يبقى الكلام ما بين كام وكام ما بين أول إجابة وما بين آخر إجابة عندك نبتدي نتكلم بقى ونشوف طيب أنا مين اللي فترة الحملة بتاعته 150 يوم دي الأغنام طيب ومين اللي أقل من 30 يوم دي تلف يبقى الإجابة لازم ألف فا وبه أغنام النعجة دي أنسة أنسة الخروف عشان كده ده أحد أنوايا الأغنهم وبعد كده طبعا الإنسان 270 يوم يبقى الإجابة عندي هنا الإجابة الأخيرة هي اللي صح ما المصدر اللي بيخلص الجنين من اليوريا هل الجهاز البولي للجنين ولا جلد الجنين ولا المشيمة ولا الحبل السري طبعا اللي بتشتعل بتمد الجنين بالغذاء اللي بتشتعل بتخلص الجنين من الفضلات اللي بتشتعل وبتكون هرمونات كل ده بتقوم بيه المشيمة حد كان هيستعجل ويقول الحبل السري ويقولك الحبل السري وسيلة نقل بين المشيمة والجنين خلاص لكن التبادل الفعلي والتخليص الفعلي من الجنين هو المشيمة هتقول لها مصدر هي المشيمة تبعة الجنين هتقول لك آه دي أوعية دموية اتكونت من الجنين عشان يحصل منها على غذاء وعشان يتخلص من المواد اللي هي ما بيحتاجهاش أي من ما يلي يمكن أن يعبر عن المادة A و B على الترتيب الأكسوجيم سيم سي كربون يوريا وجليكوز أحماض أمينية وجليكوز ولا باولينا وسكريات أحادية نشوف كده مع بعض مرة تانية طبعا أنا لما بص مين اللي هتنلم المشيمة للجنين دي كده مشيمة ده كده حبل سوري دي كده مشيمة المشيمة بتدي الجنين مين طبعا لما بص كده ما تنفعش تدي باولينا تنفعش تدي يوريا ينفع تدي أكسوجين ينفع تدي أحماض أمينية طب الجنين يدي المشيمة مين ينفع يدي سيني موسيق كربون أصح هل ينفع يدي جليكوز لا خلاص الإجابة عندي هنا ألف علطة أي من مال لا يمكن أن يكون بيت تركيب إيه إفراز الهرمونات تكوين الغذات نقل الغذات ولا إمرار الفضلات ومين إيه ده إيه ده برضو ديت المشيمة طبعا المشيمة احنا قلنا بتنقل الغذات المشيمة احنا قلنا بتفرز هرمونات قلنا بتنقل الغذات بتمرع الفضلات تخلص الجنين منها لكن ما قلنش خالص إن المشيمة ممكن تكون غذاء ما ينفعش أقول المشيمة تكون غذاء ده خالص فدي كده إجابة خطأ يبقى كده لا يمكن لا يمكن أن تكون المشيمة بتكوين الغذاء هي تعمل عملية تنقل الغذاء ولكن لا يمكنها أن تكون بعد اكتمال فترة الحمل أي من مالي يعبر على الهرمون A و B على الترتيب الاستروجين والمنبل الغذة السادية ولا البروجسترون والمنبل الغذة السادية ولا الاكسيتوسين والبروجسترون ولا الريلاكسين والاكسيتوسين تعالي نشوف كده مع بعض بعد اكتمال فترة الحمل المفروض مين اللي يزيد المفروض مين اللي يزيد ومين اللي يقل اللي يقل لازم البروجسترون عشان الجنين المشيمة بتاعته تتفك وتفقد اتصالها ببطنة الراحم مين اللي يزيد اللي لازم يزيد الريلاكسين وبعد كده الو اتش أو الاكسيتوسين طب مين في دولة انا عندي كده بي ده اللي 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 هنا قلنا مين البروجسترون ما ينفعش ما ينفعش اقول المنبل الغدد اللي يزيد برضو المنبل الغدد السادية طبعا عشان تبتدي تكون من الحليب دي ما تنفعش تاني الاجابة عندي هنا مين مين اللي لازم يزيد مين اللي الوكسيتوسين زي ما قلنا يزيد ولازم البروجسترون يقل اللي قال كده الاجابة الصحيحة مع النهاردة طبعا اخر واحدة ده دولار الاتنين لازم الاتنين يزيد وما يقلوش او واحد يزيد واحد يقل كده ما نتيجة استخدام وسيلة منع الحمل المقابلة هل منع دخول الحيانات المنوية للمهبل ولا منع تكوين البوايدة عدم وصول الحيانات المنوية للبوايدة عدم تثبيت المرحلة التوتية في بطالة الراحم تعالي نشوف كده مع بعض ايه الوسيلة ديت عبارة عن تعقيم جراحي معنى ان دي تعقيم جراحي بالشكل ده كده احنا اتقطع هنا من القناتي فالوب وفي نفس الوقت تم ايه هنا يمكن ربطهم وقطوهم بالشكل ده يبقى ده معناه ايه هل منع وصول الحيانات المنوية للما لا ده ممكن تغش كده عادي خلص وره عادي خلص دي كده ما هتنفعش معنى تكوين البوايدة اللي حصل ده مانوية بالبوايدة عدم وصول الحيانات المنوية للبوايدة ادي كده بادي كده يا جاب غض معنى تيجي تستخدام وسيلة منع الحملة المقابلة هل منع وصول الحيانات المنوية للمجرى البولي معنى تكوين السائل القلوي في المجرى البولي عدم تكوين الحيانات المنوية في الخصية عدم تكوين السائل لمغز الحيانات المنوية اسأل نفس ايه الوسيلة دي برضو دي تعقيم جراحي معنى ان دي تعقيم جراحي بقى هنا ايه اللي حصل اترابط الوعية النقل وتقطع بالشكل اللي احنا شايفين وده كده طبعا معنى وصول الحيانات المنوية للمجرى البولي اه فعلا ده كده مش هتوصل للمجرى البولي بادي كده اجابة صح لحد دلوقت معنى تكوين السائل القلع اتكونت وتخزنت في البربخ وخرجت في كده ما تنفعش ده عدم تكمين السائل المغزن حيانات المنوية طبعا حصابتين منوياتين ولا همش علاقة باللي حصر هنا ده كده خلص يبقى اجابة صح منع وصول حيانات المنوية للمجرى البولي مع وسيئة منع الحمل اللي بتسبب التغيرات التالية في المبيض ملاحظين هنا الأقراس الواقف ذكري اللولق ولا التعطيم الجراح في الأنسى لو لاحظنا دي كده مين الأول دي حوي صلة كراف دي كده مين بويضة متحررة بالشكل ده كده وتكون الجسم الأصفر الجسم الأصفر مر بمرحلة نمو معنى أنه نمع يبقى أكيد كده تم اغصاب البويضة خلاص يبقى كده ده معنى أن الجسم أصفر يبتدى ينمو يزيد في الحجم بتاعه شوية لحظة معي عارفين لو الأقراس ما ينفع ما ينفع تكون بويضة أصلا عارف لو واقع إذا كان مش هتوصل حين المنوية البويضة مش هيتم اغصاب البويضة تعقيم الجراح مش هيتم اغصاب البويضة الإجابة اللو فبعد ما البويضة تم اغصاب ها هو بيمنع إذا استقرار البويضة المخصبة داخل بطانة الرحم عشان كده مش هيكتمل الحمل ما وسيلة ملع الحمل التي لا تسبب التغيرات التلاف المبيض الأقراس ولا الوق الذكري ولا التعقيم الجراحي في الذكر ولا التعقيم الجراحي في الأنسة نتكلم كده ونشوف هنا طلعت البويض من من دي كده ويصل جراح وبعد كده إلا حصل الجسم الأصفر ابتدى ياد مرتد رجي بالشكل ده كده عارفين الواقف الذكري التكون مع البويضة وتموت الجسم الأصفر هنا إلا يحصل له ياد مرتد رجي التعقيم الجراحي برضو تتكلم مع البويضة ولاته خاصة جسم الأصفر ياد مرتد رجي التعقيم الجراح في الانسة نفس الكلام الأقراص هي دي الإجابة طب ليه عام الأقراص الأقراص زيت قلنا تمنع التبويض خلال مدة تعاطية بمعنى أن الأم اللي هي عندها بويضات اللي هي قاسب أخذت الأقراص معنى الحمل لأن الأقراص فيها يرمونية صناعية تشبه الإستروجين والبروجسترون فتعمل إزاي بتهيق للمبيض حالة تشبه حالة الحمل فتعقف عن التبويض خلاص خلال مدة تعاطية عشان كده اللي حصل هنا تبص تلاقي الأقراص ما بتخليش التبويض أصلا يحدث عند الأنسة زي ما قلنا كده مع بعض من شوية نرجع كده مع بعض تاني نشوف سؤال تاني ما نوع التواقم المقابل هل أحد اللقاح سني اللقاح سيام ولا متماسل لو جينا نشوف ما عندنا أنا عشان أحد نوع التواقم ببص على المشيمة دي كده أبص هنا في مشيمة وهنا في مشيمة تاني مستقلة مشيمة تاني مستقلة معنى أن كده في اتنين مشيمة يبقى ده لازم ما ينفع أحد اللقاح التاني أحد اللقاح اللي هو المتماثل بينتج مشيمة واحد لازم هنا يبقى ايه سناء اللقاح أو ينفع يقول لي متأخي خلاص فطبعا برضو ما ينفع السيما ولا متأخي كل دولار هنا سببهم ويدة واحدة تخص بحيان منوحد منوحد تعمل مقابل هل متأخي ولا سناء اللقاح ولا سيام ولا متماسل أنا شايف هنا في مشيمة واحدة معنى دي مشيمة واحدة يبقى ده على طول خلي بالك خلي بالك أنا شايف ده على مشيمة واحدة وصلا ده كده نتج من بوايدة واحدة وحيان منوحد ما ينفع متأخ ما ننفعش السناء اللقاح طب ده سيامي يعني سيامي قلنا كلمة سيامي يعني ملتحم هل ده طبعا ملتحم لأ مش شايف التحام خلاص دي ما هتنفعش يبقى الإجابة ده متماسل على طول كان أصل بوايدة واحدة خصص بحيان منوحد أي حالات التوائم التالية خطر في النشقة نبتدي نشوف هنا فيه ماشيمة واحدة يبقى ده الاثنين دولة كان أصل بوايدة واحدة خصص بحيان منوحد يبقى دي كده ما تنفعش دي كده ناشئتها صحيحة بص كده دي برضو ماشيمة واحدة يبقى دولة كان أصل مين بوايدة واحدة وحيان منوحد يبقى ما تنفعش دي منفصلتين عن ضعط يبقى دولا المفروض بوايدتين كل بوايدة خصوات بحيه أمنه وغيره الآخر يبقى دي كلا غلط يبقى دي كلا الإجابة الصحة اللي عندك يبقى دي الإجابة المفروضة إن هي تبقى معايا هي دي اللي خطأ في النشأة عندي خلاص يبقى مين الإجابة الخطأ في النشأة الإجابة دال هي دي الإجابة الخطأ في النشأة عندي وباقي النشأة بتاعت الكينات الباقي كانت صحيح. كيف تكون التوقع من المقابل؟ هل بوايدة واحدة مخصصة بحيان مانا واحد؟ اثنين بوايدة خصصة بحيان مانا واحد؟ اثنين بوايدة خصصة باثنين حيان مانوي؟ بوايدة واحدة خصصة باثنين حيان مانا طبعا الاجابة انه ده توقم سيامي معنا ان ده توقم سيامي ملتصق. يبقى دولا كانوا اصلا توقم متماسل لكن لم يكتمل انفصالهم وتوقم المتماسل اللي السائلين نتج من بويضة واحدة خصصيبت بحيان مانا واحدة ما الهرمون المسبب لتكوين التراكيد ايه يعني نشوف كده مع بعض FSHLH الاستروجين البروجسترون طبعا احنا شايفين كده بويضات كتيرة كونت هنا خلاص طبعا ولسه داخل المبيض محاطة بحواصر الجرافي با كده ده الهرمون المحاصل او FSH ما عمر الجنين في المرحلة B المرحلة اللي تزرع وتنقل بطانة الراحم اليوم واحد ولا يومين ولا ستة ايام ولا اسبوع طبعا نوالنا بنزرع المرحلة التوتية بيبقى تقريبا عمرها اسبوع في الفئران زرعت نوايا من جنين A محل نوايا بويضة انسة B ثم نقلت لراحم انسة C ما الفرض اللي بيختلف تماما عن الفرض المتكون هل الجنين A فقط ولا الانسة B فقط ولا الجنين A والانسة B ولا الانسة B والانسة C لما نيجي نتكلم كده مع بعض هنجد ايه بقى في الفئران زرعت نوايا من جنين A خلي بالك يبقى كده على طول الفرض المتكون يشبه ايه تماما طب وبعدين وB وC اقول لك بيختلف عنهم خالص ميش دعا بيهم مادة رواسية كلها من صاحب النواية اللي تزرعت يبقى كده الفرض اللي يختلف تماما على الفرض المتكون مين ومين الانسة B والانسة C دولا يختلفوا تماما على الفرض اللي تكون خلص في الفئران زرعت نوايا من جنين A محل نواية بوايضة انسة B ثم نقلت الى رحم انسة C مصدر الميتوكندرية في خلايا الفرض المتكون الجنين A ولا الانسة B فقط ولا الجنين A ولا الانسة B ولا الانسة B والانسة C أنا هنا صاحب الميتوكندرية صاحب البوايضة اللي تم زرع النواية فيها طيب مين صاحب البوايضة احنا لسه يلين زرع النواية من جنين ايه محل نواية بوايضة انسة B خلاص يبقى كده البوايضة بتاعت انسة B خلاص يبقى كده الانسة B هي اللي هتدي الميتوكندرية لازايقوت اللي هيتكون وهو ده اللي هيبقى سبب فيه توفير الطاقة اللازمة للانقسام بعد كده عن أي مما يلي يعبر عن أهمية حيوانات المزرعة B أنا عندي حيوانات المزرعة B الفرض B ده لو جينا شوفنا هنا وي مع اكس وي مع اكس يديني مين ده كده الفرض B ده ذكر على طول لكن هنا اكس مع اكس ده يبقى أنسة على طول يبقى أنا عايز أهمية حيوانات ذكر هل تربى لإنتاج الألبان والزرح طبعا الزكور ما لايش علاقة بحاجة زي كده تربى لعمل وتوفير الطاقة ولا تربى للزرح والحصول على اللحوم ولا إنتاج الألبان والتكاثر حسب الحاجة طبعا احنا بنتكلم عن زكر فحيوانات المزرعة بتربى الزكور للزبح وبعد كده الحصول على اللحوم يبقى الإجابة هي دي الإجابة الصحيحة عندي ده كان آخر سؤال أبناء بنات العزاء في لقاءنا اليوم ومراجعتنا على الفصل التالت كان معكم أستاذ محمد الورداني خبير مادة الأحياء والجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم